في حال خرج المسلم أو الإنسان مهاجرا من بلده خوفا على نفسه كثير ما يطرح هذا الأمر حقيقة كحكم شرعي ما هو حكم الإقامة في البلاد غير المسلمة أيضا يقال حديث من مات بين ظهراني لا عرف قوم المشركين أو فإني بريء منه طيب ما هو الحكم في هذه الإقامة هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعض العلماء منه أحكاما عدة وأقولها هنا الأمر يتعلق بالفتوى لا بالحكم بمعنى ماذا قد ما ينفعك لا ينفع أخك ما ينفعك أنت قد لا ينفع أحد أخر وهذا مما أوقع كثير من الناس في مشكلة حتى في التعليقات بعد ذلك حينما يأخذون في حكم تارك الصلاة كما ذكرنا بحكم العمل ليس ترك الصلاة هو تأخير الصلاة أو تقديم الصلاة أو قصر الصلاة يأخذ جزئية دون أن يقرأ أو يسمع كل شيء نقول له هذا ليس حكم شرع هذا فتوى هذه فتوى لصاحبها ليست عام الفتوى غير الحكم الشرع حكم الشرع عام أما الفتوى فإنها تختلف باختلاف الزمان والمكان والشخص السائل يفتي بما يفيد هذا صاحب الفتوى فقط وقت لا تقوز لغيره ويمكن الإمام مالك كما يروع عنه حين جاءه رجل قال له يا إمام أحل القاتل من توبه قال نعم جاء آخر في نفس المجلس قال يا إمام أحل القاتل من توبه قال لا يعني ما هذا الأحاديث كثيرة أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إذا لمست نفسي قال توضع أتى آخر فقال لا تتوضع هذا الرجل كان من أهل المدينة يعني سكان البلد إذا لمس نفسه لمس نفسه بشهوة المقصود منها أو هذا شاب صغير وهذا شيخ كبير إذن فكما قلت الفتوى تختص بالشخص نعم فهذه الفتوى التي بين أيدينا نقول إذا أقمت في بلد إذا أقمت في بلد لا تستطيع لا تستطيع فيها أن تؤدي شعائر الدين ولا تأمن فيها على نفسك وعلى إخوانك وعلى أولادك فينبغي بل يجب عليك أن تخرج منك إذن في حال عدم القدرة على نعم لكن إذا أقمت في بلد غير مسلمة ولكنك تستطيع أن تؤديها شعائر دينك بحرية وتستطيع أن تأمن فيها على نفسك وعلى أولادك فلا بأس بالإقامة بها مطلقة إذن يجب التمييز في هذه الحالة نعم يوجد خلط كبير وتحميل الناس أكثر من الطاقة كلام أكبر مباشر كما ذكرت في موضوع الصلاة ندخل في الحلال والحرام أو الكلام الذي لا طائلة منه نعم هنا في النمسا مثلا على سبيل المسال الدولة يمكن أظن الوحيدة في أوروبا أو في الاتحاد الأوروبا التي تعترب بالدين الإسلامي كدير رسمي في هذه البلاد أو تاني ديانة كما أعلم يعني هذا قانون وهذا دستور يؤهلك كمسلم أن تذهب لتصلي في جميع الأوقات وتؤهل المساجد أن تقام وفقا للقوانين والنظم المطلوبة يعني هذه فيها بفضل الله سبحانه وتعالى العوامل المطلوبة للإقامة لكن لو في بلاد أخرى تمنع المسلمين وتضاهضهم فلا يجوز الإقامة إذن الهجرة النبوية هي دروس وعبر كما ذكرنا أستاذ أحمد جزاك الله خير على هذا الكلام على هذا التوضيح نتمنى يعني أتمنى من المتابعين من المعلقين من من يدخل أن يستوعب الكلام لا يتحمل ذنب أن يلقي كلمات لا يعرف ما هي أن يتوسع أيضا قبل أن يتكلم أقول في ختام هذه الحلقة قالوا حرام أن أحبك أكثر قالوا حرام أن أحبك أكثر هذا لأن قليل حبك أسكرا خبأت قلبي في سهامك قال لي عند احتضاري يحمد الحب السراء مذقل لي بانت سعاد وكنت قد أدمنتها قلت السلام على الكرا ما في بني النجار مثلي عاشق فرش الفؤاد لحر نعلي كبيدرا في زحمة الآلام تولد سكرا في زحمة الآلام تولد سكرا كأذان إبراهيم في أم القرى إذن الهجرة النبوية دروس وعبر داركنا الوقت لكن كانت الحلقة حقيقة مشوقة وفيها الكثير من الأحكام والمسائل التي نستفيدها من الهجرة النبوية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أن يعيدها علينا بالخير بالأمن والأمان علينا وعلي المجتمعات كافة في نهاية هذه الحلقة كل الشكر لك أستاذ أحمد جزاكم الله كل خير الشكر موصول لكم متابعين الكرام جزاكم الله كل خير كنتم معكم أنا عبد الرحمن غضبان أستردعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله اشتركوا في القناة